بالنسبة للأضحية كما أن لها وقت ابتداء كذلك لها وقت انتهاء اختلف العلماء في نهاية زمان الأضحية متى تنتهي ينتهي زمان الأضحية عندنا قولان القول الأول أن نهاية وقت الذبح يكون بغروب الشمس شمس ثاني يوم أيام التشريق ثاني يوم من أيام التشريق إذن كم يكون عندنا أيام الناحر ثلاثة يوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني من أيام التشريق يعني يوم عشرة و11 و12 فقط وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابل استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء وفي بيته منه شيء طبعا هذا حديث الصحيح وجه الاستداء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل بعد ثلاثة أيام إذن عليه يكون لا يجوز الذبح في ثالث أيام التشريق الثالث يعني يوم الثالث عشر وإنما يكون في يوم العيد يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر يوم الثاني عشر القول الثاني ذهبوا إلى أن آخر وقت للذبح هو غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق من أيام التشريق كم يكون عندنا أيام الذبح؟ أربعة يوم العيد الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الثالث عشر وطبعا استدلوا بقول الله عز وجل يشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بالعباس طبعا كلمته المشهورة في بيان ما هي الأيام المعدودات والأيام المعلومات قال الأيام المعلومات هي أيام النحر وثلاثة أيام بعده الأيام المعلومات الواردة في هذه الآية أيام النحر يوم النحر وثلاث أيام وثلاث أيام بعده وأيضا صحى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيام التشريق أيام أكل وذبح أيام أكل وشرب وذكر لله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله وأيام التشريق ما هي؟ هي الأيام الثلاثة التي بعد العيد وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في المسند قال كل أيام التشريق ذبح وأيضا الصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا يذبحون في اليوم الثالث ولذلك هذا القول هو القول الراجح على أن أيام الذبح أربع يوم العيد وثلاث أيام بعد فإذا غربت شمس اليوم الثالث من أيام التشريق اللي يبدأ ليلة الرابع عشر من ذي الحجة انتهى الذبح طبعا بالنسبة للذبح يجوز ليلا ونهار فصحيح الأفضل أن يكون الذبح يوم العيد لكن يجوز للإنسان أن يذبح في الليل وأن يؤخر الذبح إلى آخر أيام التشريق